أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه وبعد فلا زال حديثنا في ضمن هذا اللقاء العلمي وقد كنا بحمد الله أنهينا الكلام عن سورة غافر ونبتدئ إن شاء الله في هذا اللقاء بالكلام عن سورة فصلة سائرين الله عز وجل التوفيق والإعانة والتسديد هذه السورة الكريمة سورة فصلت هي سورة مكية بإجماع المفسرين وهي من ضمن سور الحواميم السورة التي استفتحت بالحروف المقطعة حاميم وهي ثاني سورة من سور الحواميم وهذه السورة كغالب السور المكية تنح منح تقرير الألوهية والرد على المشركين في تكذيبهم وشكهم في الله وفي رسله لكنها تركز في هذا السياق على قضية شكهم في القرآن الكريم وتكذيبهم له وموقفهم منه وسنرى في أثناء استعراضنا للسورة مظاهر شكهم في القرآن مظاهر تكذيبهم له أيضا سنرى موقفهم منه من القرآن وطريقة تعاملهم معه يمكن يرد لنا وقفات خاصة بهذا الموضوع في ثلاث مواضع أو أربع مواضع من السورة الكريمة وأول هذه السورة حديث عن القرآن الكريم حديث عن فضل القرآن الكريم حديث عن منزلته حديث عن مكانته وشرفه ولذلك قال عز وجل استفتح السورة قال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم يعني هذا القرآن هذا الكتاب هو تنزيل من الرحمن الرحيم وإذا كان تنزيلا من الرحمن الرحيم فلا شك أن هذا الكتاب سيكون فيه الرحمة وسيجتمل على الرحمة ويدعو إلى الرحمة ولهذا قال كتاب يعني هو كتاب هذا التنزيل كتاب كتاب فصلت آياته فانظروا ابتدأ أولا بذكر الرحمن الرحيم ولعله تقدم معكم في أول هذه الدورة العلمية الوقوف عند معنى الرحمن الرحيم وأنهما إسمان لله عز وجل مشتقان من معنى من الرحمة وقوله الرحمن هذه يشير إلى الذات والرحيم يشير إلى آثاره عز وجل في رحمة خلقه جميعا فهو الرحيم بكل خلقه حتى بالكافر منهم حتى بالفاجر هو الرحيم عز وجل بهم ولذلك يرزقهم ويمتن عليهم ويعافيهم ولكن أكمل رحمته وأتمها تكون للمؤمنين أتم الرحمة وأكملها تكون للمؤمنين ثم قال عز وجل كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً يعني هذا التنزيل هو كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون فصلت آياته التفصيل يعني التوضيح والتبيين لأن فصل الشيء عن الشيء إبانه له فإذا فصلت هذا عن هذا ميزته ومن آثار هذا التمييز أن يكون بيناً ولذلك قال كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون فمعنى فصلت يعني بينت آياته فآيات القرآن غاية في البيان غاية في الوضوح في ذاتها هي بينة وفيما تدل عليه وترشد إليه هي أيضاً بينة ولذلك قال قرآناً عربياً لقوم يعلمون هذه الأوصاف الكريمة للقرآن أولاً تنزيل ثم من الرحمن الرحيم ثم أنه كتاب ثم فصلت وقرآن وعربياً لقوم يعلمون والصفة الأخرى بشيراً ونذيراً لأن الآن لما كان الكلام عن ذكر صفة القرآن وما تضمنه استفتح بأول شيء بالبشير أنه بشير ونذير وهذا هو الأصل في مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الكتاب المنزل أنه يكون أولاً بشيراً ويكون نذيراً بشيراً لمن أطع ونذيراً لمن كذب هذا القرآن الذي احتفى بكل هذه الصفات الكريمة بكل هذه الصفات العظيمة كيف كان موقف كفار مكة ومن تابعهم منه قال عز وجل فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون يعني أكثر الكفار أعرضوا لا يسمعون أعرضوا عن سماعه أعرضوا عن قبوره أعرضوا عن الاهتداء به فأكثرهم لا يسمعون نفى السمع عنهم مع أنهم يسمعون لانتفاء فائدة السم ولذلك قال عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم إلا كان الأنعام بل هم أضل نسل أثبت لهم الجارحة جارحة القلب وجارحة العين وجارحة الأذن لكن نفى الفائدة منها وإذا انتفت فائدتها فكأنها لم توجد ولذلك يصح نفيها ولذلك يصح نفيها ولذلك يقول لا يبصرون لا يسمعون لا يعقلون لا يفقهون لأنهم لئم ينتفعوا بها وهكذا كل من ملك نعمة فلم ينتفع بهذه النعمة فكأنه قد فقدها ولذلك قال قال في الآية فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وإذا كنا قلنا في بداية كلام عن هذه السورة إن هذه السورة تركز على على موقف المشركين من القرآن فإن هذه فإن السورة استفتحت بهذا الموقف ولذلك ذكرت أوصاف القرآن ثم ذكرت موقفهم منه الأول الإعراب ماذا قالوا بعد ذلك؟ وقالوا قلوبنا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون انظروا كيف يعني هذه الأغشية التي جعلوها على أنفسهم وقلوبهم وعقولهم قالوا قلوبنا في أكنة يعني في غطاء ما يستكن به الإنسان ويقيه إما لفح الشمس أو شدة البرد ما يستكن به الإنسان قالوا قلوبنا في أكنة يعني في مثل الغطاء فلا يستطيع فلا يخلص لها هذا القرآن الذي تقوله وتقرأ في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ثقل ثقيلة آذانا وهذا كناية عن عدم السمع يقولنا نسمع طيب ينتهي الآمر لا ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون القلوب مغلقة الآذان لا تسمع ولا يمن يكتف بهذا يقول بيننا وبينك حجاب يعني لا مجال لأن نقبل منك ولا أن نسمع منك وهل هذا موقف العاقل العاقل إذا سمع كلاما يزينه إن رآه حسنا قبله وإن رآه سيا رده أما تقول لا أنا لن أسمع منك لأنني أنا أنا بيني وبينك حجاب وأنا لا أسمع وأنا لا أفقه كل ذلك ترد ترد ما يأتي به هذا الدلال على أي شيء على ضعفك وشكك فيما عندك ولأجل ذلك تضعف عن مواجهة هذا الذي جاءك ويدعوك ولهذا قالوا له ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون يعني خلك في حالك ونحن في حالنا لا تدعونا ولا تخاطبنا وهذا يشير إلى إلى ويمكن إن شاء الله أن يأتي في الآيات ما يؤكد هذا الأمر يشير إلى يعني شعور الكافرين بالعجز المفضع بعجزهم المفضع أمام القرآن الكريم ما استطاعوا أن يواجهوا ما فيه من الحق ما استطاعوا أن يواجهوا ما فيه من الهدى والنور ولذلك ما وجدوا سبيل إلا أن أغلقوا أعينهم وصموا آذانهم وغطوا قلوبهم عن قبوله والسماء وسيأتي يعني في الآيات الكريمة ما يشير إلى أمر مضحك يدل على العجز المفضع في مواجهة الحق الذي جاء به القرآن الكريم فيما نستقبل من آيات كريمة قال تعالى بعد ذلك يرشد نبيه ليجيب عن قولهم هذا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فيرشد الله عز وجل النبي إلى أن يرد عليهم يقول ومعنى هذا الرد ومقتضاه أنني لا أملك هدايتكم لا أملك أن أدخل الإيمان في قلوبكم فأنا بشر مثلكم وهذا مع ما فيهم دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الخلق الذي يجب أن نتربى عليه أن نتربى على معنى التواضع مهما بلغنا من العلم والشأوي والمكان فهذا رسول الله أكرم الخلق يقول له الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم لكن ما الذي ميزني يوحى إلي أنما إلهكم إله وحد فاستقيموا إليه واستغفروا وإله المشركين يعني لا أملك أن أهديكم ولست أنا مثلا ملكا أو أملك القدرة على تغيير قلوبكم كلا أنا بشر مثلكم لكن الله أوحى إلي أن أبلغكم ولذلك فاستقيموا إليه أنظروا التعبير بالتعدية الاستقامة بحرف إله ليبين عن المقصود عن غاية الاستقامة يعني ليس فقط أن تستقيم يمكن أن يستقيم بس في طريق لا يوصل إلى الغاية ولا لا ولذلك قال فاستقيموا إليه عداه بإله يعني الدال على أن هذه الاستقامة تنتهي إلى الله عز وجل فليس كل استقامة تنتهي إليه ولذلك قال فاستقيموا فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين فأمرهم بالاستقامة إلى الله عز وجل والاستقامة دوام اللزوم اللزوم الطريق الحق الموصل إلى الله هذا معنى الاستقامة وأن لا يحيد عنه عن هذه الاستقامة وسيأتي ما يدل على معنى الاستقامة أيضا في السورة الكريمة فقال واستغفروه يعني من تقصيركم ودنوبكم ثم قال وويل للمشركين الويل هو النار وقال إنه الثبور وهو معناها واحد وويل للمشركين من هم هؤلاء المشركون صفاتهم الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم هم كافرون فهم لا يؤتون الزكاة والزكاة الأصل في اللغة معنى التطهير والنماء زكاة الشي يعني طهر وزكاة بمعنى نماء والمقصود به هنا مطلق الزكاة المقصود بالآية هنا مطلق التزكية النفس وتزكية المال ولا يقصد بها الزكاة المعروفة لأن زكاة المعروفة نزلت بعد ذلك وهذه كما قلنا سورة مكية فيتشر إلى مطلق التزكية أن يبذل الإنسان من ماله وما أعطاه الله عز وجل دون تقييد بصفة وقدر وقدر معين وهم بالآخرة هم كافرون المجيء بضمير الفصل هم بالآخرة هم كافرون للتأكيد ومزيد التشنيع عليهم بسبب كفرهم وفي مقابلهم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون يعني غير مقطوع لهم أجر غير مقطوع ولا ممنوعين منه جاء في خبر وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع عتبة بن ربيعة وكان من يعني مجهاء قريش ومن عظمائهم يعني لما وهي تحكي صورة من اضطراب المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم ومما يدعو ومما يدعو إليه فقالوا لو ذهبنا إلى رجل عالم بالكهانة عرف كلام الكهان وعرف كلام السحرة فكلمه فلعله يعني يرجع عما هو فيه فقال عتبة قد والله خبرت السحرة وخبرت الكهان وعرفتهم وتعلمون أني ذكر من فضله ومكانه فذاروني فلآته قالوا ذهب إليه فذهب إليه وقال يا محمد أنت خير أم قصي بن كلاب جدهم أنت خير أم أم هاشم الجد أيضا أنت خير أم عبد المطلب أنت خير أم عبد الله ثم بدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان بك رئي يعني جن أو مس طلبنا لك طبيبا وإن كنت تريد أن نساء زوجناك عشرا من كرام نسائنا وإن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا وإن كنت تريد رياسة يعني لم يتكلموا معه فيما يدعو إليه لأنهم أصيبوا يعني بالعجز عن مواجهة ما يدعو إليه فانتقلوا إلى محاولة إغرائه وإطماعه في الدنيا ما الذي تريده نفعله جاء في بعض الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يرد عليه فلما فرق قال أفرغت يا أبا الوليد قال نعم فستفتح النبي قال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته ثم بدأ يقرأ الآيات الكريمة وهم أهل اللسان يعرفون ما تدل عليه هذه الآيات من المعاني العظيمة حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم فقام عتبة ابن أبي ربي عفو أمسك بفم النبي قال نشدتك الرحم ألا تكمل وقد نستغرب لماذا قال هذا الكلام يقول في الرواية وهو خبر طويل إنه رجع إلى أهل مكة إلى قومه وكانوا ينتظرون في بعض الرواية أنه ما كلم أحدا ذهب إلى بيته لأنه قد صدمته هذه الآيات بمعانيها ودلالاتها حتى ذهبوا إليه وفي بعض الرواية أن أبا جهل دخل عليه فرأى وجهه وقد تغير قال أصبأت أغرك محمد بطعامه فأغضبه حتى أخذته الحمية فخرج وقال في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الرواية أنه رجع إلى نديهم فقالوا والله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به تغير حتى جاء في بعض الرواية قال فوالله وهو يحكي ما وقع منه قال فوالله إنه استفتح فقرأ حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادل فأمسكت بفمه وناشدته الرحم خوفا عليكم قالوا والله ما تكلم بشيء إلا وفا به فخفت أن تنزل بكم الصاعقة فهم يعلمون صدقه وأنه جاء بالحق وأنه لا يكذب لكن قلوبهم مغلقة لا يقبلون الحق ولا ينقادون ينقادون إليه بعد أن ذكر ذكرت الآيات استفتعت بذكر القرآن الكريم ومكانته وشرفه ومنزلته وذكر تكذيبهم انتقلت الآيات الكريمة إلى ذكر بعض مظاهر قدرة الله في الكون الدالة على استحقاقه للعبودية وحده دون سوى فقال عز وجل مرشد النبي هو أن يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائرين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا قطائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمره وزيننا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم يقول الله عز وجل لرسوله قل لهم يا كفار مكة إنكم تكفرون بالله عز وجل بالخالق تكفرون بمن بالذي خلق الأرض هذه التي أنتم على فيه يومين وتجعلون له أنداد أصل الند في اللغة المماثل فلان الند فلان يعني مقارنه ومماثله وتجعلون له أنداد يعني شركاء وأمثال ذلك رب العالمين عوده عود الإشارة في ذلك إلى الذي خلق الأرض في يومين خلق الأرض في يومين ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسية من فوقها المقصود بالرواسي هنا المثبتات التي ترسيها فلا تطلب ولا تميد ولا تتحرك وهي الجبال رواسية من فوقها وبارك فيها وانظر هذا المعنين أولا جعل الأرض ثابت أولا خلقها وثبتها مستقرة وبارك فيها فملأها بالخيرات وأنواع الرزق من مطعوم ومشروب ومأكل وغير ذلك مما ينتفع به فهذه الأرض كلها خيرات وانظروا الآن الناس يعني أنواع الانتفاع بما في باطن الأرض دعك من الزروع من الطعام من الشراب من المأكل بل باطن الأرض من أنواع المعادن ومما ينتفع به الناس نفعا عظيم وهذا كل من البركة التي بثها الله عز وجل في هذه الأرض وبارك فيها ثم قال وقدر فيها أقواتها التقدير أصله القضاء المستقيم وقدر فيها أقواتها يعني قضى الأقوات والأرزاق في أربعة أيام سواء للسائرين فقدر فيها أرزاق الخلق ومعاشهم وغذاءهم وما يصلح أحوالهم في تمام أربعة أيام قوله سواء للسائلين يعني ليستوي فيها كل من يعلم كل من يسأل ليستوي في العلم بهذا الخلق وهذا التقدير على هذه المدة كل من يسأل يعني هذا جواب لكل من يسأل وهو جواب يستوي فيه كل من يسأل لأنه حقيقة فكل من سأل تجيب بهذا الجواب لأن هذا هو الحق لا يوجد شيء لا يوجد شيء غيره سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء معنى استوى هنا بمعنى قصد الاستوى يأتي في اللغة بمعنى القصد ويأتي بمعنى العلو وبمعنى الارتفاع فاستوى هنا بمعنى قصد ثم قصد إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها وهي دخان يعني معنى لا نريد في التفسير أن ندخل في في التفاصيل يعني النظريات الحديثة المعاصرة في نشأة الكون وسبب وجوده لكن يقولون مما يقولون ولا ندري عن الصحة هذا فالله أعلم به لكن ظاهر القرآن يشهد له أن الكون كان قبل ذلك سديم دخان أسود قبل أن تتشكل الكواكب والأفلك وظاهر الآية الكريمة يشير لهذا المعنى قال وهي دخان فالدخان فيها معنى الظلمة وفيها معنى الأبخرة وهي دخان فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها يعني اتيا مستجيبين لأمري لكما إن شئتما طوعا وإن شئتما كرها فعلى الحالين لا بد أن تأتيها ولا يسعهما إلا الاستجابة لخالقهما عز وجل فانقادة مذعنتين لله عز وجل قال أتينا قالت أتينا طائعين يعني ذالين منقادين لأمره عز وجل ثم قال عز وجل فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم يعني قضى الله عز وجل السماوات سبع سماوات يعني بمعنى قضى وحكم أن تكون سبع سماوات في يومي وأوحى في كل سماء من هذه السماوات السبع أمرها ما قضى فيه وما قدره فيها من الخلائق والأكوان ومما لا نعلمه مما يوجد في هذه الأفلاك والأكوان مما لا يحيط بعلمه إلا الله عز وجل ثم قال عز وجل وزيّن السماء الدنيا يعني السماء القريبة القريبة من الأرض سماء الدنيا بمصابيح وحفظا المصابيح زيّناها بهذه النجوم التي من وصفها أنها مصابيح تضيء وأنها أيضا تحفظها بمصابيح وحفظا فهي نجوم مضيئة وهي حافظة أيضا من الشياطين وذلك قال في الآية الأخرى رجوما للشياطين فبهذه النجوم يتحقق زينة للسماء تكون بالمصابيح المضيئة ثم هي أيضا تحفظها من الشياطين الذين يسترقون السماء ثم قال ذلك تقدير العزيز العليم يعني ذلك الخلق البديع المتقن المحكم هو التقدير يعني هو تقدير وقضاء العزيز في ملكه الذي لا يعجزه شيء العليم الذي أحاط بكل شيء علمه وتأمل هنا هذين الوصفين الذين ختمت بهم الآية العزيز والعليم فإن الخلق المتقن يحتاج إلى هذين الوصفين إلى وصف العزة ووصف العلم فأما العزة فهو دال على كمال القدرة الذي يحتاجه معه من يخلق والعلم دال على كمال الخبرة بما يخلق حتى يثقن خلقه لأن إنسان قد يكون عالماً غير قادر أو يكون قادراً غير عالم فينقص ولكن القرن بين هذين الوصفين إشار إلى كمال القدرة مع كمال العلم وبهما يكون الخلق متقناً محكماً ولهذا قال تقدير العزيز العليم بعد ذكري هذه الآيات وذكر وصفة القرآن ومنقفهم منه والاستدلال ببعض مظاهر الكون يقول عز وجل فإن أعرضوا يعني بعد هذا كله إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود يعني إن أعرضوا هؤلاء المكذبون من كفار مكة ومن كان على شاكلتهم فقل إنني جئتكم منذراً لكم بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود يعني جئتكم منذراً لكم بصاعقة تستأصلكم كما وقع لعاد لعاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله النص على عاد وثمود لأن ديارهم كانت على ممر قوافلهم فيرونها ويعرفون أخبارهم هذه واحدة والثاني أن عاد وثمود من أقوى الأمم من أقوى الأمم قوم عاد وثمود من أقوى الأمم ولذلك فإهلاك هذه الأمة على ما فيها من القوة يورث في النفس المهابة إذا كانت هذه الأمة بهذه القوة وأهلكها فلن يعجزه إهلاك إهلاك كفار مكة ولهذا قال عز وجل إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم يعني جاءتهم الرسل متوالين رسول إثر رسول متتابعين ما بين اليد أمامك إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم يعني أمامهم ومن خلفهم وهذا إشارة إلى التتابع وقد يكون إشارة أيضا ليس إلى التتابع وإنما إلى أن الرسل جاءتهم من كل جانب ومن كل طريق يعني احتالت عليهم وحاولت هدايتهم بكل طريق مرة من أمامهم ومرة من ورائهم والقصد به أنهم لم يدعوا أن الرسل الله لم يدعوا طريقة ولا طريق يؤثر فيهم في أممهم إلا سلكوا مع ذلك ما نفع إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا على تقدير محذوف قائلين لا تعبدون إلا إلا الله فماذا كان جوابهم قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون يعني اعترضوا على أن يكون الرسول من جنسهم يقول لماذا يرسل الله واحدا مننا الرسالة مقام عظيم فكيف يأتي بواحد من البشر وهم بهذا فقط يذكرون ذرائع تذرعون بها على تكذيب رسول الله والسؤال هل أنتم أيها الكفار أنتم الذين تختارون الرسول أم الله عز وجل يعني الأصل الله هو الذي يختار الرسول فكان الواجب أن تسلموا لأمر الله وتنظروا هل هذا الرسول صادق فيما جاء به أم لا لا أن تعترضوا على مبدأ إرساله على مبدأ أن يكون الرسول بشرا وهب أن الرسول جاء على ما يريدون ملك لا قالوا كيف يكون رسول ملك لا نستطيع استمع عنه ولا الأخذ منه هذا ما نستطيع أن نفعل مثل فعله ولا أن نمتثل أن نمتثل ما يدعونا إليه وذلك قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون يعني أصلا صورة الملك ما يستطيع البشر يتلقى عنه ملك في صورة ما تستطيع يعني طاقة الإنسان لا تستطيع أن تقارن طاقة الملك ولا روح اهتماث الروحة فما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله عز وجل ما استطاع أن يرى جبريل عليه السلام مجرد الرؤية ولذلك قال دثروني وقال زملوني بل كان إذا نزل عليه الوحي يعني يفصم عنه وقد اشتد به الأمر شدة عظيمة يجد لا يستطيعون التلقي عنه ولهذا لا بد أن يأتيهم في صورة بشر فكيف إذا كان ملك جاء في صورة بشر وقعوا في الإشكال نفسه ولهذا قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون يعني لن يستطيعون تلقوا هم لم يريدوا بشرا فإذا أرسل لهم ملك لن يستطيعوا التلقي عنه فلابد أن يأتي في صورة بشر وإذا كان في صورة البشر رجعنا إلى ما كان في الأول وهذا معنى قوله ولا لبسنا عليهم ما يلبسون بعد أن ذكر هذا التكذيب المجمل بدأ في تفصيل في تفصيل أحوالهم فقال عز وجل فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد مننا قوة بدأ بعاد قال أما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق يعني استكبارا متلبسا بغير الحق والأصل أن الاستكبار لا يكون بالحق لأنه ما يوجد استكبار بالحق أبدا يعني ما يكون استكبار والمستكبر محق يعني الاستكبار مدموم لكن هذه من الأوصاف الكاشفة يعني أن هذا الاستكبار أيضاً هو بغير الحق فوصف يكشف صفة الاستكبار وليس تقييداً له لأن الاستكبار في أصله لا يكون بالحق واضح فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة هذا هو سبب استكبارهم قوتهم وقد جاء في وصف خلقهم وقوتهم يعني ما يدل على شيء شيء من هذا أنهم كانوا غاية في القوة حتى أنهم قالوا من أشد منا قوة لا يرون أن أحد من البشر أقوى منهم ولا أشد منهم حيث قالوا من أشد منا قوة يعني لا يوجد أحد أشد منا قوة وانظروا سبحان الله هذا الرد المختصر الموجز لكن الغاية في الإفحام قال أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منهم هب أن الخلق كلهم أضعف منكم لكن من الذي خلقكم لا شك أن الذي خلقكم هو أشد منكم قوة ومحان أن يكون المصنوع أقوى من الصالة وهذا من جهل الإنسان وغرور القوة والقدرة تعمل الإنسان عن أن ينظر في أصله ثم قال وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ قال عز وجل وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ يعني يكذِّبُونَ بِهَا وَيُعْرِضُونَ عَنْهَا ثم قال عز وجل بعد ذلك فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا في أيام النحسات يعني جزاء تكذيبهم وجحودهم أرسلنا عليهم ريحًا شديدة البرودة عالية الصوت حيث قال ريحًا صرصرًا لها صوتٌ شديد جمعت بين قوة الهواء وشدة البرودة وشدة وكون الصوت عاليًا فهي يعني تأتي بهذه الصورة على أشد أحوالها أرسلنا عليهم ريحًا صرصرًا في أيام نحسات أيام شديدة النحس شديدة النحس عليهم ومشؤومات عليهم أيام نحسات عليهم في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا عذاب الخزي يعني العذاب المخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى يعني أشد خزياً لهم وإذلالاً لهم وهم لا ينصرون ثم قال عز وجل وأما ثموت فهديناهم يعني الهداية هنا مقصود بها كما قدمنا في أول لقائنا المقصود بها الدلالة بينا لهم الحق فهديناهم يعني دللناهم على الحق وبينا لهم الطريق فاستحبوا العما على الهدى يعني استحبوه اختاروه عن رضا وقبول وانشراح ما كان الأمر ملتبس عندهم لا بل انقادوا إليه عن رضا وقبول فاستحبوا العما على الهدى فكانت جزاؤهم ماذا فأخذتهم صاعقة العذاب العذاب الهون يعني العذاب المهين الصاعقة الصاعقة الشديدة التي أهلكتهم مرة واحدة صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون يعني بسبب ما كسبوه والذي كسبوه هو التكذيب والإعراض عن أمر الله وأمر رسوله وفي مقابل إهلاك هؤلاء المكذبين قال الله عز وجل ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فذكر عز وجل في مقابل إهلاك أولئك المكذبين ذكر نجاة المؤمنين وانظروا الوصف الذي اقترن بالنجاة قال الذين آمنوا وكانوا يتقون وهما وصف النجاح في الدنيا والآخرة الإيمان وتقوى الله عز وجل قال عز وجل ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فكانت تقواهم سبب نجاته هذه الآيات التي استعرضناها تأملوها من بدايتها فيها ذكر الكتاب ذكر القرآن الكريم ومصدره وصفاته وما تضمنه من البشارة والنذارة ثم تنتقل الآيات لتذكر موقف المشركين منه وتكذيبهم وإعراضهم عنه وقلة حيلتهم في مواجهته وعجزهم المفضع ثم بعد ذلك تنتقل الآيات لذكر مظاهر قدرة الله وقوته في الكون وبديع صنعه ثم مظاهر قدرة الله وقوته في إهلاك المكذبين لرسله حيث أهلك عاد وثمود وذكرنا أن النص عليهم على هاتين الأمتين لأنهما من أشد الأمم وأقوى وأقوى الأمم ولذلك جاء النص النص عليهم وهذا الترتيب غاية في الانسجام مع مقصود السورة وغايتها حيث الحديث عن موقف المشركين من القرآن وتكذيبهم وشكهم فيه فيه وفي من نزل عليه وبعد أن ذكر هذا الحال انتقل إلى موضوع آخر وإلى مجال آخر وهو ما يكون في يوم في يوم القيامة حيث قال عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون بعد أن ذكر مصيرهم في الدنيا والعقوبة التي حلت به انتقل الحديث عن الآخر ما الذي ينتظرهم فقال عز وجل ويوم يحشر أعداء الله الحشر الضم والجمع ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون قوله أعداء الله مقصود به الكفار فهم يوزعون معنى قوله فهم يوزعون يعني يردوا آخرهم على أولهم ويردوا أولهم على آخرهم بمعنى أنهم يحشرون جميعا بحيث لا يمثلت منهم أحد ولا يغيب منهم أحد بل كلهم محشورون موزوع بعضهم إثر بعض يعني قد رد أولهم على آخرهم ورد آخرهم على أولهم فلا يفوتون ولا يخرجون عن هذا الحشر ثم قال عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يساقون إليها والعياد بالله سوقا قال عز وجل حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون إذا جاءوا إلى النار تشهد عليهم جوارحهم فيشهد سمع تشهد عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وهذا من كمار عدل الله عز وجل أنه مع تسجيل الكرام الكتب على الإنسان ما عمله وحفظهم له وشهودهم عليه أيضا هم يكتبون ويشهدون وقبل ذلك علم الله عز وجل بحال العد ومع ذلك فإن الله عز وجل من كمال عدله أن يقيم الشاهد على المر من نفسه فيخرس اللسان ثم يأمر الله جوارحه فتنطق فتنطق جوارح العبد بما كسب العينان تنطق الأذنان تنطق اليدان الرجال حتى الجلد ينطق فإذا شهدت بما عمل أطلق الله لساءه فيقول عند ذلك بعدا لكما وسحقا فعن كنّ كنت أناظم يعني عن كنّ كنت أدافع فبعدا لكما فبعدا لكنا وسحقا ولهذا لا يهلك على الله إلا هلك لأن الله يقيم الحجة على الإنسان من ذات نفسه ثم قال عز وجل بعد ذلك حتى إذا ما جوا شاهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعمل وعندئذ يقولون وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم سبحان الله يعني لنتأمل هذا الحوار الذي يجري بين الإنسان وبين نفسه بين جوارحه بين جلده يحاور جلده وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون يعني أن الذي أنطقنا هو الذي خلقنا وهو الذي أمرنا بأن ننطق ونحن إليه راجعون وأنتم أيها الكفار لن تستثروا عن الله حتى لو لم نشهد عليكم حتى لو لم تشهد أسمعكم وأبصاركم وجلودكم فإنكم لا تستثرون عن الله لأنه عز وجل المطلع على خلقه يعلم خائنة الأعيون وما تخفي الصدور هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك